من المعلوم أن سباقات الماراثون من أقوى المنافسات التي تختبر قوة تحمل صاحبها ومقدرته على اكتياز مسافات طويلة لكن عندما يكون الماراثون افتراضيا يزداد التحدي فيها بريقا ومنافسة ماراثون هي نمشي التاسع هو أحد تلك المنافسات لذوي الإعاقة ويأتدره الكثيرون الأصعب في بياضات القوة وينظمه مركز العون وهنا نار عبد الرحمن يتقدم